بسهر خير اغطال وفي حلقة جديدة مع مستر هاني منسي let's learn at home نتعلم في البيت زي ما اوخدنا قبل كده should and shouldn't have to and has to والنفي بتاعهم don't have to and doesn't have to قبل كده النهاردة جمعتنا مع كلمة mustn't واستخداماتها زي ما انت شايف كده كل اللي جوه القلب ده معناه انك انت تستخدم mustn't يعني ممنوع تعال نشوف الممنوع يا ابطال وامتى بستخدمها ويجي بعد منها ايه اولا كل اللي جوه القلب ده بيجي بعد منه infant حاجة جميلة جدا كلهم معناهم ممنوع تعمل كده حاجة جميلة جدا تعال نشوف mustn't you are not allowed to غير مسموح لك تعمل كده it's against the law to the قانون انك تعمل ده you are not permitted to مش مسموح لك it's banned to it's perhapsed to it's forbidden to it's illegal to never don't mustn't كل ده حبيبي معناه ممنوع طيب بالنسبة ل choose او choice اي جملة بالشكل ده ده معناه ان انا هقوله على طول هستخدم mustn't اللي بيجي بعد منها infant يعني ممنوع في قانون بعقبني لو عملت كده جملة سريعة كنا بناخدها زمان في عدادي it's against the law to park here استخدم mustn't مثلا او ده معناه ايه you mustn't park here طيب استخدم forbidden يبقى it's forbidden to park here طيب استخدم allowed يبقى you aren't allowed to park here طيب جملة تانية it's forbidden to fish in this area ممنوع تصطاد في هذه المنطقة استخدم mustn't يبقى you mustn't fish in this area ممنوع طيب استخدم illegal it's illegal it's illegal to illegal to fish in this area كده حبيبي دي كده استخدمات او امتة بالضبط بستخدم mustn't اللي هي ممنوع بالتوفيق حبيبي good luck اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة good luck good luck good luck good luck good luck good luck